كلام مهم جدا من عمر السلية من اللعيبة المتزنة يعني وجوده في منتخب مصر شائن فشائن حقيقة عمر السلية مستوى كبير مستوى كبير جدا جدا قيادة في الملعب تطور كبير على الأداء والمستوى والشغل الفني وحاجة حاجة محترمة جدا الحقيقة الواحد فخور بالشخصية بتاعة المنتخب اللي بقت مطبوع عند اللعيبة كلها بتاعة منتخبنا الوطني إنه القدرة على إنه لا ده ده منتخب مصر ففيه ماتشات أنا لازم التشيرت بتاعة منتخب مصر يبقى قده والحقيقة إنه مفيش لعيب في منتخب مصر مش قد تشيرت المنتخب تاني تاني مفيش لعيب مفيش لعيب أول بقتاني مفيش لعيب في منتخب مصر مش قد التشيرت بتاع منتخب مصر كلهم رجالة بس هو إيه اللي بيحصل اللي بيحصل إنه بيبقى فيه لعيب موفق أو غير موفق بس لكنه مش متخازل ما عندناش في الجيل الحالي لعيب متخازل في اللي إحنا شايفينه في البطولة دي في التوقيت ده ما عندناش إحنا شايفين فعلا لعيبة عارفة قد إيه إنه مهم جدا آآ الأداء والروح والتفاني في الملعب فدي ممكن من الحاجات اللي أنا اللي بستاني جدا 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 إن إحنا بنقرب نروح للجيل الدهب بتاعنا بنقرب نروح لإن إحنا والله العظيم يمكن فيه شباب كتير معاشوش الأوقات اللي إحنا عيشناها إحنا في 2006 والله ما كنا أحسن منتخب والله في بطولة الأمم من الأفريقية ما كناش أحسن منتخب في القارة وبالعكس كان فيه متخبات تانية أقوى مننا بكتير وإحنا كنا بعيد بس كانت عندنا لعيبة رجالة ف2008 في بطولة 2008 إحنا عملنا أحلى كورة وكسبنا 2010 بعمق الخبرات والتجارب الكتيرة وبالإسم فإنت الفوارئ دايماً بتقربها لكنك عمرك ما كنت عمرك ما كنت كتف بكتف مع منتخب كدفار 6 و 8 و 10 عمرك عمرك ما كنت كتف بكتف مع منتخب الكاميرا عمرك بس كنت تغلبهم وكنت تتعامل مع المباراة إن إنت عندك الروح وعندك الحمية بتاعت المنتخب إنك تكسب فعشان كده دايماً دا كان فارق عشان كده دايماً إحنا كنا موجودين في المكان دا وتحديداً أنا بقول دا عشان كل اللعيبة بتاعت منتخب مصر بما فيهم مروان حمدي سدوا ودنكوا عن الوحش سدوا ودنكوا عن الوحش وركزوا وتاني اللعيب المتغير بتاعه أسرع بكتير من أي حاجة في الدنيا اللعيب بص غلط الناس بتزوم إيه دا لأ ماينفعش هو تاني بيعمل أسست بجول على لعيب كبير هو تاني بيجيب جول والتاني بتمشي العملية خلاص بقى لعيب منتخب فتمام الأمور بتمشي بس بشرط إن إحنا نبقى مركزين دايماً في الملعب فإن شاء الله بإذن الله الأمور تمشي زي ما إحنا معايزين من نسبة لمنتخبنا الوطني